هذا ويواصل مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل بمحافظة سيئون ومأرب في اليمن تقديم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ويقوم المركز من خلال هذا المشروع على توفير أطراف صناعية ذات جودة عالية لضحايا الألغام الحوثية وتدريب الكوادر المحلية على تقنية تصنيع الأطراف وبناء قدرات المؤسسات الصحية لضمان توطين الخدمات والسدامتها إضافة إلى إعادة تأهيل المرضى لكي يكونوا أو ليكونوا أشخاصا منتجين